في مفاجأة كبيرة ومفاجأة كان كثير من الزمال الكوية كانوا متوقعينها الزمالك يخسر من طلاقع الجيش 3-1 في سين الفينال الكيس طبعا هتقول لي كيف يعمل حج مفاجأة الناس كانت متوقعها اقول لك جمهور الزمالك كان حاسس ان بعد مطش الاهلي وخسر في فينال افريقيا الزمالك هيخرج من طلاقع الجيش خصوصا كمان بعد موضوع مرتضى منصور هنتكلم في كل ده يعني والاهلي بصعوبة كبيرة جدا بيعمر منتد على التحاد السكندري مع حسام حسن ويكسب اثنين واحد في الوقت القاتل عشان الاهلي يقابل الجيش في نهاية كاس مصر والاهلي والزمالك ما يلعبوش يوم 5-12 زي ما كنت متوقع او زي ما قلت الحالة اللي فاتت المهم يعني ما علينا حاجات كتير اوه نتكلم فيها قبل نتكلم في اي حاجة وقبل ندخل في التفاصيل لو انت امرض تفرج عليها ام سبسكرايب ولايك وشير افتح جرس التنبيهات وتعالى بقى عشان نتكلم في مطش الزمالك والجيش والاهلي والتحاد السكندري موسيقى ازايكم يا جماعة وطبعا يعني ليلى اعتقد انها سعيدة للأهلوية وحزينة جدا للزمالكوية هنبدأ مع مطش الزمالك والجيش وطبعا يعني الزمالكوية اللي اتفرجوا على المطش بصراحة الزمالك في ظروف صعبة جدا 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 اولا الزمالكوية داخل المطش بعد قوار مرتضى منصور وسواء انت بتحب مرتضة او ما بتحبوش لازم او كل جمهور زمالكوية معترف ان مرتضى منصور الراجل عمل تفرج كبيرة جدا في فرقة الكرة في الزمالكوية جدا من 2002 و2003 الزمالك كان بعيد عن الصورة تماما محليا وافريقيا فطبعا قرار مرتضى منصور والشلال اللي معاكم لها ان هو يمشي من النادي اكيد قدر صادم على الأقل للعيبة اللعيبة اللي مرتضى منصور كان بيوفر لهم لبن العصفور فلوس وكل حاجة عايزينها كانوا بيلاقوها فاكيد القرار ده كان صادم جدا لعيبة الزمالك كمان الزمالك دخل طلاق الجيش ومعوش اشرب بن شرقي اللي هو اهم لعيب في الحتة الهجمية للزمالك اكيد اشرب بن شرقي بالنسبة لنا على الأقل 60 او 65 من قوة الزمالك الهجومية مكانش موجود فرجاني مش موجود عضالة جوعة مش موجود وباما مش موجود عشان نلاقي ان الزمالك مع باتشيكو بدأ المطش بروقة اللي راجع من الاعارة من الجيش جنب طارق حامد قدامهم ونجم شكبالا زيزو قدام مصطفى محمد دي التشكيلة بدأ بها الزمالك وحاز امام بدأ مكان احمد عيد دعونا بعضهم نعترف ونقول ان الزمالك طول المطش عمل مطش سيء جدا لأسباب كتير قوي اولا نفسيا طبعا انت داخل مطش الجيش وانت خسران من الاهلي فاينال افريقيا لو امره في التاريخ اكيد طبعا الموضوع ده مهبط جدا لعبه نفسيا تاني حاجة موضوع مرطا منصور العيبة كلها بتفكر الفلوس مستقبلنا هنعمي ليه دينا تمشي ازاي كمان الاصابات الموجودة ومعندكش اللعيبة او معندكش الدكة اللي تعوض اللعيبة اللغايبة يعني انت بتتكلم اشرب بن شرقي مفيش اي لعيب اصلا في مصر لا اهلي ولا زمالك يعوض غياب اشرب بن شرقي فرجاني ساسي اكيد روقة طبعا مش نفس المستوى حتى لو فرجاني برجل واحدة ممكن بثرو واحد يوصلك للجون اوباما من غير اوباما الزمالك ما عندوش اللعيب اللي بيمسك كورة واتحرك بين الخطوط ويعمل صورهات ويكمل رأس حربة تاني فمن غير اوباما الزمالك ما عندوش لعيب رقم عشرة او حتى كمان لعيب تسعة ونص فهتقولي شيكبالا هقولك شيكبالا حتى لما بدأ موتش الاهلي في الحتة دي وبدأ موتش الجيش شيكبالا ما يقدرش يلعب في النص شيكبالا هو يعني يحب يعيش جوه المياه يحب يعيش ناحية اليمين ياخد الكورة يرقص يقطم لجوه هو ده رأس مال شيكبالا هتامل عكس كده مش هتلاقي شيكبالا عشان كده انا شوفنا الزماج طول 45 ديئة ونجم وزيزو وشيكبالا التلاتة عمالين يبدنوا مبعض محدش فيه معارف يرتاح في هاتته يعني زيزو الراجل يحب يعيش طرف يمين شمال في النص بيتخنق قوي مابلقيش مساحة دينات بقى زحمة ويبعافش يتصرف شيكبالا برضو في النص بيتخنق ويبعافش يتصرف ونجم في النص ويبعافش يتصرف فلا انا ان سعب يكون يلاقي شيكبالا ونجم على طرف واحد ونجم وزيزو على طرف واحد في الاخر انت زمالك هجوميا كل اللعب كله كان طريح حمد رؤى يستلم الكورة ويضع الكورة في ظهر الباك سواء ليه شيكبالا او لقونجم او لزيزو لكن انك تمسك الكورة في نص الملعب وتعمل استحواز وتلعب هجوميا من تحت واحدة واحدة توصل للجن الزمالك كانش قادر يعمل كده لانه عنده لا فرجاني ساسي ولا أوباما ولا عنده اي لعيب يمسك الكورة ويوزع لعب والكلام ده كله فدي كانت اكبر مشكلة بتواجه الزمالك انه هوم عندوش اللعيب اللي بيمسك الكورة في نص ملعب كل الكورة طريح حمد رؤى اعكس زيزو ناحية الشمال او قونجم ناحية اليمين او العكس اضع الكورة على الطرف ويجري وعمل افر وطبعا المشكلة التانية كمان انه انت ما عندكش غير مصطفى محمد هل عندك هدر تاني يقدر يخش جوه المنطقة ويعمل لك زحمة ويحط جن لا لا شكبالا بيحط دماغه ولا زيزو ولا قونجم ولا حتى كان مصطفى عده لما نزل اشرب بن شرقي ووباما اللي اثنين كانوا بيديك الحتة دي ان انت انت تعمل افر بتلاقي جوه مصطفى محمد بن شرقي ووباما التلاتة بيققوا جوه المنطقة اي حد كورة بتترفعه بيقدر يحطيها جون بيالعب النهو كويس انما انت دلوقتي حتى لو حبيت تعمل كسافة جوه المنطقة من العرضيات مش هتلاقي غير مصطفى محمد عشان كده الزمالك مكنتش تلاقي نفسه خالص والناحية الثانية الجيش الراجل طريع عشري بدأ ثلاثة اربعة واحد اثنين احمد سامير او روبن على رأي حزم امام احمد سامير يا جماعة الراجل في ثمن ماتشاط قدام الزمالك عامل سبع تجوان واسست يعني تقريبا الراجل ما بيلعبش في حياته غير قدام الزمالك احمد سامير الراجل بيخد كورة في نص ملعب بيعمل بها اللي هو عايزه بيتحرك يمين شمال هو واخد الحتة لفظهر طريع حامل وروقه وبيعمل فيها اللي هو عاوزه عامل جمال طبعا جاته فرصة شوت الاول ضياعها ناصر منسي احمد سامير فعلا فرقة الجيش وصلت باكتر من كورة الزمالك مقدر طول التسعين ديئة او المئة وعشرين ديئة انه هو يعمل هجمة منظمة او فرصة تبقى خطيرة على محمد باسام كله كورة عرضية تطبيش حد بشوت الكورة طبعا فيه كزا ضرب الجزاء للزمالك يعني حصل فيها كلام ومعرفش ايه والفرما كانش بيوضح هي ضرب الجزاء ولا او حتى كان فيها عدل الكور دي عشان نتأكد منها لكن الزمالك هجوميا عمل مطش سيء جدا دفاعيا كده 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 زي ما قلت الفرقة عندنا كلها فيها مشاكل دفاعية لكن الزمالك داخل مطش بصراحة وهو فيه سكاكين في ظهره من كل حتة زي ما قلت نفسيا مجلس إدارة إصابات غيابات واللعيبة اللي بره ما فيش حد يقدر ينزل يشيل انت بتشوف ديكة الزمالك مصطفى فاتحي ناس الكورة بامبو ناس الكورة ما فيش مهاجمين الزمالك عنده مشكلة في الاسكواد كبيرة جدا وده كنت بقوله ان ال 11 اللعيب يبعوه في الزمالك لو واحد فيهم غاب خصوصا ال الاربع اللي قدام انت ما عندكش اي لعيب بديل لك انت تخيل عزيزي المشجع الزمالكي وان زيزو كان بيلاعب فرقة الجيش لوحده زيزو كان بيأخذ الكورة يمين وشمال يرقص مفيش شكبالا قبل ان نطلع بصراحة كان هو الشغل وحده وده نفس اللي حصل في مواتش الاهلي شكبالا هو اللعيبي الوحيد هو واجيزو كانوا مسكين كورة في نص الملعب وقدرين انه هم يعملوا كل حاجة لواحدهم لكن ايد لوحدها ما تسقفش فرقة الزمالك الكورة الهجومية او الكورة الحلوة مدرسة الهندسة مش موجودة لأسباب كتيرة جدا متعلقة بطريقة بطريقة باتشيكو الغيابات الاصابات ونفسيا اللعبات مش جاهزة وانت كمان ما عندكش دكة محترمة الزمال السنة الجاية هيواجه مشكلة كبيرة جدا خصوصا لو ما عرفش يحافظ على أشرف بن شرقي وفرجاني ومصطفى محمد الزمالك الفرقة دي هتتهد والزمالك ممكن يرجع كمان لفترة الفين وخمسة واسوأ من كده لازم ادارة الزمالك الجديدة او لو حصل معجزة ورجع مرطان وانصور تاني او ايا كان من المسك الزمالك لازم لجنة الكورة او اللجنة المسؤولة عن الكورة عبد الحليمة علي بقى ايمان يونس اشرف قاسم ايا كان لازم يفكروا ازاي الزمالك يرجع يست سايد توازنوا ويشوفوا لعيبها عشان خاطر الدكة محتاج تتقل الدكة محتاج يبعندك حلول لعبة الزمالك مقدمتش ان جمهور الزمالك كان مستنيه في ماتش الاهلي في افريقيا الجمهور كان متضايق ان هو خسر من البطولة لكن كان راضي عن اللعيبة والاداء لكن في ماتش زي ده لا اداء ولا راضي عن اللعيبة اللعيب الوحيد اللي كان بيلعب بقلب ولي تحس ان هو عنده حاجة وكان مزعج هو زيزو غير كده لعبة الزمالك كلها ما كانتش موجودة اعتقد ان لازم لعبة الزمالك وجاز فاني والبيت كله من جوه يترتب عشان خاطر الزمالك ما يخشش في نفق مظلم زي ما قلت شبه النفق بتاع الفين وخمسة بصراحة فرقة الجيش عملت ماتش يعني كويس جدا هجوميا الفرقة وصلت اكتر من كوره ضيعت زي ما قلت عمر جمال جل وفرصة شوت الاول ناصر منسي محمد ناصف ضيع عمر المرعي ضيع احمد سمير ضيع مهند لاشين ضيع الفرقة بصراحة ثلاثة اربعة واحد اثنين والخطة اللي عملوها وان هو راجب يلعب ثلاث حتى خاطر يمنع العرضيات وعمل كثاف وارا الخطة كانت نجحة واحمد سمير روبين على رأي حزن امان كان عمل ازعاج كبير جدا لفرقة الزمالك وكان يستلم الكوره ويعادل من اي حد وفيه خلل كبير جدا في دفاع الزمالك وزي ما فيه خلل برضه في الدفاع الاهلي هو عمتا عندنا منظومة الدفاعية في مصر كلها مدروعة بالنار نروح بقى لماتش الاهلي والاتحاد السكندري والاهلي بيكسب اثنين واحد وبيصعد لفينال الكاس قبل ما اتكلم في الماتش انا عايز اتكلم على التصو والاخراج يا جماعة كلنا اتفرجنا على مطش الاهلي والزمالك وشوفنا هذا التصوير كان حلو جدا بنتفرج اكننا قاعدين في بوق اللعيبة تمام؟ انت بتتفرج على مطش الاهلي والاتحاد والزمالك والجيش الصورة وحشة جدا بكسلة مزغللة مش شايفين اي حاجة حتى الكوره لما بتتعاد عشان شوفها ضرب الجهزاء ولا خبطت في ايد حد مش عارفين نشوف ده الماتشاط دي بتتصور بكامرا 6600 وعيب نبقى في 2020 والبطولة بملايين الدوري والكاس ونبقى التصوير بشكل ده يعني المسؤولة عن الموضوع ده لازم يتضرب بالنار يعني عيب عيب منظرنا قدام الناس وحش جدا لو حد بيتفرج من السعودية ولا من الإمارات ولا من بره شوفوا الصورة بالشكل ده يعني هيكسر التلبيزيون والله العظيم فدي حاجة كنت لازم اتكلم فيها ونروح بقى للمطش بتاع الاهلي والاتحاد موسماني النهاردة معجبنيش ليه؟ اولا انك تلعب جرالدو مراوم محسن اللي اتنين انت كده بتحكم على لعبتك انهم ينزلي العبو بتسعى العقيبة مش 11 مراوم محسن وجرالد لا يصلحوا انهم يلعبوا في الاهلي ثاني جرالدو مراوم محسن هؤلاء اخرهم يلعبوا في مركز شعب الحبنية دلوريديو بهم اصلا مراوم محسن لعب؟ لا يوجد كورة جرالدو يعمل حاجة سيجبلك بسين تنط فيه برحتك او تلعب اسكيتنج وتتزحلق برحتك انما مراوم محسن وجرالدو ما ينفعش يلعبه في الاهلي انت بتلعب الشوط الاول كورتين او تلك كورة اللي مراوم محسن وجرالدو وقدام الجون بيتزحلقه وقدامها يعني كورب مرون محسن اللي حسين الشحيات اللعب هاله دي يعني أي حد يحطه جون مرون محسن يحطه في قناة سويس جيرالدو يجري يقع 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 مش عارف لا امتى يباصي ولا امتى يشوت وانا بصراحة عبت من النقطة دي فمش ممكن موسيماني ما يبقاش وخبال ومش ممكن يا جماعة ويا دارة الاهلي ويا موسيماني يبقى فيه 60 ولا 70 مليون واحد يشجعوا الاهلي شايفين ان مرون و جيرالدو الاثنين اوحش من بعض ويبقى موسيماني وادارة الاهلي شايفين ان هم كويسين ما هو ممكن يا جماعة الناس دي كلها بهاية ما بتفهمش وانتوا واحدين لتفهمه ما هو برضو مش منطق ابدا يعني جيرالدو ومارون محسن الاثنين ما ينفعش يلعبوه في الاهلي الشوط الثاني برضو راجل موسيماني يحاول يصلح فين كهرباء يعني طاهر نزل ما عملش ولا كورة صح طاهر محمد طاهر مفهود ياخد واحدة واحدة ما تنزلوش في ماتش والاهلي خسران واحد صفر نص انها ايه كاس تقول يلعب طاهر لا انت كلا بترميه من الضار للنار فطبعا وصلاح محسن الاثنين ما كانوش ينفعو ينزلو الماتش ده ابدا على الا الا الاو هتلاعب طاهر كنت لعب طاهر مهاجم ونزل كهرباء يلعب مكان جيرالدو انما موسيماني بصراحة بدأ الماتش غلط تغيراته كانت غلط اللي انقذنا هو قفشة وقفشة الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليه يعني من كل حتة بيحط جوان الله اكبر يعني كل الكور اللي في العرضة اللي كان بيجيبها طويل الموسم الحمدلله بنا كرمه وبعد بلقتي الحمدلله بيحط الكورة في الجون على طول الله اكبر شوطة حلوة جدا 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 يمكن كمان بالنسبالي احسن كمان من شوطة زمالك لا 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 شوطة زمالك اكيد احسن لكن طبعا افشة انقذنا وبصراحة موسيماني يمكن الحسنة الوحيدة اللي بيعملها هي التركاية اللي بتعمل في الكور السابتة سواء الركنية او الفاول شوفنا الجون الاولاني لفاولة لعب و افشة حطها جون الجون الثاني ركنية حسن الشحات لعبها على العكسية على طول حطها حمد فتحي ماتش الزمالك الكورنر اللي اتعامل من معلول للسلية وتجميع اللعيبة ومراح دهوب يتحركوا كلهم فبصراحة فيه تركاية وفيه شغل بتعمل في الكور السابتة وكهرباء بقى جماعة بصراحة الرجل ده حظه وحش جدا 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 كهرباء ماتش الزمالك او مواقف على الخط افشة حط جون برضو نفس الكلام الماتش بتاع النهاردة جي ينزل كهرباء افشة حط جون عشان يقعد ثاني وبصراحة كهرباء سبع عليها جدا وانت كسرت بنفسيته يعني موسيمانيا لما ينزله في اخر دقتين في الشوت الثاني يعني ديات نوع تسعين او تاتة وتسعين انت كبه بتكسر نفسيك كهرباء اللي هو اصلا واضح انه واقع ببرا بشطاق نفسه لانه طبيعي جدا انت لما تجيب لعيب زي طاهر لسه جاي وتنزله يلعب عطول عليه اساسي اكيد كهرباء او اي لعيب مكانه هيتداق جدا خصوصا انه كهرباء الرجل مخدش اي فرص خالص يعني انت مثلا مفروض تدي فرص الكهرباء جيرالدو انه هو اصلا ما يلعبش انت بتلعبه فكهرباء كان مفروض يبدأ الماتش او على الاقل يبدأ شوت الثاني لكن انت كان نفسيا بتقت الكهرباء يا سيدي على الاقل لعبه وشوفه وعمل ازاي هيدك فين لعبه مهاجم لعبه حتى وينج لعبه اي حاجة انما اللي حصل مع كهرباء ده اعتقد ان هو نفسيته اتأثرت جدا ولازم وسماني يتكلم معه بعد الماتش ويراضيه ده طبيعي جدا وده الصح ان انت لعيب زي ده ما تخسروش لانك محتاجه كهرباء بالنسبالي هو اللعيب الوحيد اللي في الاهلي الوينج الوحيد اللي عنده حلول فردية اللي هو لو ماتش مع اقرب ومفيش مساحات والدني مقفلة كهرباء هو اللعيب الوحيد اللي هيقدر يفكلك المساحات دي بمهارته ابي ضيع ومثلا هربان منه ومجنود لكن كهرباء اللعيب الوحيد في الوينجات اللي عنده الاهلي اللي عنده حلول مختلفة عن اللعيبة التانية فعلشان كده ما ينفعش نخسره اعتقد اعتقد ومن الطبيعي جدا ان لو اجاي يعني مش سليم لماتش الفاينال لازم الكهرباء هو اللي يبدأ ناحية الشمال الشاحات يمين افشا ويجرب طهر يبقى مهاجم صلاح محسن انا شفته صلاح محسن انا مش مختنع بيه يعني بالنسبة لي احمد ياسر ريان احسن من صلاح محسن صلاح محسن بالنسبة لنا ما يدخلش بزمتي بنكلة فالحمدالله على المكسب بصراحة ناس كتير قالتلي يا عادي لماذا تكلمش على ياسر ابراهيم وايمن اشرف في ماتش الزمان لانهم كانوا كويسين عشان اعرف ان الماتش ده كان استثناء شوفنا النهاردة سيسي عمل في ياسر ابراهيم وايمن اشرف سيسي وخالد امر وعمار حمدي وكريم ممدوح اللي ارباع دول بوازوا خطة ادفاع الاهلي طرئيس وفرص وكل حاجة والله رسالة ربنا الاهلي كان هيتطلق خسر من الماتش ده سيسي يعني ياسر ابراهيم احسن مدافع في مصر بيترقص على السبتة ياسر ابراهيم كل ماتش بيترقص على السبتة وانا بصراحة مش عارف اخريتها ايه هو ليه علي معلول وبيتقدمش يعني ليه دايما اللعبة عند هاني وهاني هو اللي بيرفع طم هاني يبعافش يرفع عندك علي معلول من احسن الناس اللي جاءت في تاريخ مصر بيعافي يرفعه الأوفارات ازاي بقى هاني هو دايما ياخد الشغل الهجومي وبيتقدم وبيترفع كرة وحشة وعندك النحية التاني علي معلول احسن لعيب عندك في الفرقة واحسن العيب في مصر بيرفع وتم يوقف ورا دايما او يوصل لحد خط النص او قبل نطاة الجزاء ويوقف ما يتحركش لقدام ولا يرفع كرة دي برضو حاجة لغز بالنسبة لي بالنسبة لي المسماني اكتر من مطش عالي معلول ما بيتقدمش هاني بيتقدم ما بيعرفش يرفع النحية التاني معلول اللي بيعرف يرفع ما بيتقدمش اعتقد ان مسماني الدنيا ماشي معاه والحظ ماشي معاه والناس كلها تدعي فالدنيا ماشي مسماني لازم يبص يشوف مين اللي يستحق يلعب ومين ما يستحقش اللعيب ديت له فرصة مرة واثنين وثلاثة وما اثبتش نفسه وكان وحش تقعده ما انت مش تفضل تلعب اللعيب ده وفيه لعيبة تانية برا قاعدة مستنيها الفرصة ولعيبة كويسة واحسن من اللي بيلعبو وبيلعبوش ما ده مش منطق ابدا مسماني يركز ويشوف اللعيبة العالة على الفرقة او اللي بتضيع مجود الفرقة زي ماروان وزي جرالدو ويعود الدكا بقا شوية وفيه لعيبة تانية تاخد فرص زي طاهر وزي كهربا الراجل برضو يحسب له التركات اللي بيعانها في الفولات وتحركات اللعيبة العيبة تحرك كويس جدا وتستلم كورا كويس جدا ويفضل نفسهم مسحا كويسة جدا وتلاقي الشحة تنزل هاني فتح الشحة تنزل ماروان قطع قفشة بتحرك كويس كل عيبة تحرك كويس فيه تحركات وفيه شغل معاول من مسماني يكمل بقى بالاختيارات الصح عشان خاطر اقدر ان انا اترجم التحركات بتاعتي والشغل التالي بيعملوا في التمرين يبقى جوال ماتش وربي نوستر ان شاء الله في ماتش الجيش وده يا جماعة كان ماتش القلي والتحاد والزمائك والجيش لو انت موار فرج عليها اقمن سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات وشوفكم ان شاء الله الحلقة جاية سلام